الرياضية أكيد اليوم باش نحكيه على برشا مواضيع في استاد الحياة خاصة فقرتكم اللي تعودتوا بها سبيسيال تينيس في تغطية لأنشطة نادي التنس بالقيراوين آخر أخبار ومشاركات لاعبي التنس التنسيين في مختلف الدورات هذيك عليش يحذر معنا المدير الفني لنادي التنس بالقيراوين حمد الشريف كوتش مرحبا بيك على موجات الحياة أفهم مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي لحياة أفهم سيد حمد الشريف مدير الفني لنادي التنس بالقيراوين يعطيك الصحة حمد إن شاء الله بالتوفيق ليك معنادي التنس بالقيراوين أكيد تقاليد جديدة في جيدة القيراوين في رياض التنس وإن شاء الله لما لا نطلعوا أبطال القيراوين نعرفوها وليدها في مختلف الاختصاصات وفي مختلف الرياضات سواء الفردية وإلا الجماعية كيف كيف لعشاق الرابطة المحترفة الأولى نشارها أبارتير من مطلعات عشرية يلتحق بينا محللنا الفني شكري بالاكحل وصحفي الحصة سيريدا العلويني وحديثنا بيش يكون على متابعة لمقابلات الجولة قبل الأخيرة في الحقيقة اليوم مقابلات حاصمة من أجل التعرف على الفرق اللي بيش تترشح لمرحلة البليوف والفرق اللي بيش تغادر الرابطة المحترفة الأولى نعمل قراءة لأهم الاستنتاجات ومتابعة لأهم نتائج الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكورة القدم لكن كما تعودنا في ستاد الحياة هاتنا بدايو حصتنا اليوم بفقرتكم اللي تعودتوا بها فقرة سبيسيال تينيس سبيسيال تينيس على الحياة الفهم سبيسيال تينيس على الحياة الفهم أخبار رياضة كورت تينس في كل الجهات كما كنا نحكي واستضافة للمدير الفني لنادي تينس بالقيروين حمدي الشريف أحديثنا كان على تغطية لأهم أنشطة نادي التينس بالقيروين في الفترة هذه كيف كيف ديما نحطه السادة المستمعين في الإطار نعرفه نادي التينس بالقيروين تقريبا هو النادي الوحيد في جهة القيروين المختص في رياضة التينس وديما من المنبر هذين ندعاو الأولية وكل المغرمين بالرياضة هذين باش يلتحقوا بنادي التينس في الحقيقة خاصة بعد المسيرة المتميزة الأنس جابر واللي تقريبا أبهرت العالم العربي والإفريقي من خلال وصولها لأول مرة في تاريخ المرتبة الثانية في التصنيف العالمي يظهر لتقاليد جديدة في جهة القيروين من خلال إقبال الأولياء اللي جيبوا صغيراتهم النادي تينس بالقيروين وأكيد يحبوا يغرموهم بالرياضة هذين أنت كمدرب ومدير فني شنو تنجم تضيفنا في خصوص الرياضة التينس يظهر لي عندها فوائد كبيرة خاصة على الصغيرات نعرفه سيتانس بورسي بلاي يعني يزمك تنطلق في الناشاط نطيعه وانت عمرك صغير مش في معناية تقدم بك العمر معاش ناجم تنخرط وتلتحق بالرياضة هذين نعم كما قلنا نادي تينس بالقيروين فتح حبابه سبع أيام في الجمعة ويرحبوا كل الزوار والهوات ومؤخرتين ونتمنى وشعر في المنبر هذين أن نوصلوا صوتنا ونعلموا القراءة والكل أنه عنا نادي تينس بالقيروين اللي موجود في دار الشباب في شرع فاس كل واحد فينا عنده حلمة تكبر معاه وأحنا كنادي تينس بالقيروين نعطيه صغاركم الفرصة باش يكبروا حلمتهم بيوليوا أبطال نرافقوهم ونقطروهم ودو شمبيون ردوهم باش يتولي من عائلة نادي تينس بالقيروين معليك كانت تتصل بينا على الباج وإلا وإلا تتصل بينا على الهاتف على الرقم ثمانية تسعين مئة وثين وسبعين ستمية وتسع عشرين أو على رقم الخاص ثلاثة وتسعين سوعة أربعة ثمانية أربعة أربعة خمسة نادي تينس بالقيروين يوفر لنا مجموعات تنافسية ومجموعات الوزير دونك حبينا نذكروا بالاوقات متاع التدريب متاعنا عنا أوقات التدريب عنا للوزير للجروب دو الوزير عنا نهارة سبت ونهارة لحد في الويكاند نهارة سبت تبدأ لزنطرين من الماضي ساعتين حتى السبعة حسب المجموعات كل جروب حصة التدريب متاعه تدوم مدة ساعة عنا الأعمار نبدأ من أربعة سنوات حتى تاسل أربع سنوات حتى تاسل أربع سنوات مع أونترونيرا وبالمناسبة نحيي ساعة متاعي لكل دونك الأبواب مفتوحة للنس لكل في مختلف الأعمار كيف حكينا نهارة سبت تبدأ من ماضي ساعتين وتكمل السبعة نهارة لحدنا نبدأ في الزنطرين من التسعة إلى نصف النهار كل جروب عنده منذ التمرين تدوم ساعة ومرحبا بكم بيه حمدي عالمستوى الأمور الفنية شنوة النجم ونعرفوا على نادي التنس في الفترة هذه عدد المجازين تقريبا الأصناف اللي يضمها النادي هذية وتقريبا البرنامج متاع العمل الفني شنوة الفئة بالضبط اللي تخدموا عليها بيش نعطيه فكرة حتى للسيدة المستمعين والمغرومين بالرياضة التنس في جيت القيروان واللي يسمعوا فينا والماكن نعم بيه عنا ما يقارب على 300 مجازة ومجازة في رياضة التنس في القيروان ندينا العريق من عام 1980 قاعد يحصن في البنية التحتية من عام العام الحمد لله بالتعاون مع الرؤساء والمشرفين على كل النوادي الحمد لله إن شاء الله بالتوفيق لصغيرات الناس الكل كيف ما قلنا عنا دي جروب دي كومبيتيتيف اللي هما جايوا من الوزير دونك إحنا نعملوا سيلكسيون من الوزير اللي هما نهاردة سبت ولا حد يجيوا دي الوزير نعملوا دي سيلكسيون على زيليته بتع كل جروب وهو دوم يتم تقتيرهم وتدريبه متاحهم وساق المهاراتهم في وسط الجمعة نترننا معا سبع حصص في الجمعة ونزاد عنا أبطال من خيرة الأبطال القيروانيين عنا الأوائل في كل الكاتيجورية في تونس الحمد لله نجم نذكر منهم خمسة من أبطالنا عنا آدم المبروكي هو رقم 2 في تونس عنا يوسف لحمر رقم واحد في تونس عنا دوتر شمبيون معتها من الستة الأوائل في تونس والحمد لله اليوم بدأت تورنوار المستير في حمام سوسا التورنوار المستير هذين يعطي فكرة اللي هي يعيطوا للعشرة الأوائل في تونس الحمد لله نادي تنسب القيروين موفر خمسة لاعبين وهذه حاجة تحصل خمسة من عشرة على المستوى الوطن نعم والحمد لله إن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله نادينا بتنسب القيروين أنا ندعو جميع المستمعين إنه يجيبوا صغيراتهم باش ينخرطوا معنا في النادي نهارة سيبت نهارة لحد وعلاش لا ودك ما يكونش بطل للغد إن شاء الله به أنت حكيت على نقطة مهمة جدا وهي المنشآت الرياضية كنا استبشرنا بالملعب الجديد اللي في الحقيقة معناتها مواصفات عالمية شفنا كل المدارج الموجودة شفنا معناتها المواصفات اللي فيه مهم جدا إنه كل نادي أكيد المنشآت الرياضية مهمة من نجموش نحكيه على المستوى فني وتأثير الشبان ونتائج إلا ما يكون عندك الفضاء الملائم باش يحتضن الأنشطاء متاعك على غيرها الملاعب المتوفرة لنادي تنسب القيروين كيف قلنا تم بحمد الله سبحانه زيادة الملاعب رقب خمسة اللي نادي تنسب القيروين ما هو هذا ما شأنه إنه يحسن البنية تحتية متاعنا الحمد لله ولد عنا ترواتيران جرين سيت بمواصفات عالمية اللي هذا يخولنا إنه باش نوفره ومساحة أكثر ووقت أكثر باش نكونوا ونقطروا الوليدات متاعنا صغيرات وهو ما مش يكونوا إن شاء الله الأبطال متاعنا التيران سانك يام هو تابع النادي وفرناه كاسباز سيبليومنتير باش نجموا نحتاضنوا أكثر وأكثر اللاعبين دونك ندعو الناس الكل باش ينخرطوا معنا مهما كانت العمار ومهما كانت الكاتيجورية متاحا باشوا ابنياته إلا ولاتهم بيهد على المستوى الفني وعلى المستوى البنية التحتية اللي نادي تنسب القيروين نقدموا شوية في حديثنا كنت شو نحكيوا على ربما الأمور الفنية بأكثر تدقيق المشاركات متاعكم كيفاش تصير شنية دورات اللي تشاركوا فيها أكيد ثم تقييم بالتنسيق مع الإدارة الفنية للجامعة التونسية للتنس أهداف نادي التنس مش بالسهل إنك مش تدخل معناتها وتنافس نوادي عندها تقاليد كبيرة في التنس على غيرها نادي تنس بيتونس معناتها أكيد ديما نتوما في تواصل مع الإدارة الفنية بخصوص تطوير وتحسين المستوى الشبين خاصة نحكيه وفي الفئة هذية من أجل تقاليد جديدة في جاية القيروين حبينا ولا كرهنا معناتها التنس هو رياضة تطلب مجهودة تطلب إنك تخدم أكثر مع الصغيرات التكنيك متاحة صعيب شوية ذيت أكد لي لكلام متاعي هكا والله ديما كما نعرف وقرواين راهي والليدة والحمد لله معناتها بكلوبنا في قرواين قاعدين نفسه في دي كلوب كبار وقاعدين ناخده في دي كلاس مو أخير منهم برشا والحمد لله معناتها أولادنا في قرواين ديما من المتفوقين في المجالة بتاعهم نحن دي جاء كاكلوب نوفره معتها نومبر دو سيانس مونتياس برشا مما يساعد أن يكونينا صغار متاعنا أكثر وأكثر ديما أجور الحمد لله معت في كل كاتيجوري في تيسي كا تينيس كلوب كيروان ديما تلقى في كل كاتيجورية كما قلنا عنا الأوائل معتها فرمي الخمسة الأوائل في تونس حاجة بها برشا وتوحت عسبل الجهة واحنا من المنبر هذا كمدير فني نسهروا باش نكونوا صغيرات أكثر وأكثر وأنه ندزوهم بشي قد من قدام أكثر وأكثر وقاعدين كما حكينا دونك المصير قاعد تلعب أبرتين من اليوم نهارت لحد في حميم السوسة إن شاء الله بالتوفيق وعليش ليه إن شاء الله ما يكونيش الفنكور متاع بترنواء قيرا ويني إن شاء الله به في نفس الإطار هذي ديما نقضوا في الأمور الفنية ثماش معناتها تنسيق مع المندوبية نعرفوا مراكز النهوض بالرياضة في رياضة التنس أكيد تتنقلوا للمدارس ربما الأماكن اللي تنجموا تكتشفوا فيها مواهب واللي التحقوا بينادي التنس بالقيراوان يظهر لي نقطة مهمة أذية خاصة بشتغرم الصغير بالتينيس بالعمر هذيك مهم جدا انتقاء المواهب والصغيرات اللي ينجموا يقدموا الإضافة للتنس نحن كهيئة مديرة نتنقلوا للمدارس الخاصة وعنا زادة أني ليمون معتها في المدارس العمومية معتها يقوم بتطوير وتحسين وتوجيه اللاعبين في نادي التنس بالقيراوان عندهم حصص من المدرسة يجيوا بحثنا في الكورني ميروسانك بش نعرفوا أكثر وأكثر وننشروا الرياضة هذية بش تكون شعبية أكثر وأكثر والنس كل تعرفها الرياضة التنس ما تقتصرش على فئة معينة ديما يقولوا وراولي برجواء ذي وعنيت الفكرة المخذين على تينيس بشكون واضحين هو كما تعرف هو تينيس كما أي سبور معتها لجموته أم مينيمون ما هوش بالفاصل إحنا قاعد نسمع فاهه دونك إحنا نسعى باش نعموها على مختلف شرائح المجتمع والسهل ومكسيما قوصيب النادي راهو قايم بواجب وممتاز برشة توجيه الصغيرات الكل مم حتى في الوزير إنتع سبتوا لحد حتى في العطل يا أخويا وأختي راهو نوفركم حصص مم حتى في الوزير دورات ودية نعمو دورات ودية باش نشجعوا الأبطال متاعنا إنه يتكونوا أكثر إنه يتعرفوا على أصحاب أكثر هذا إنه مش عاونهم من منطلق إنه يكون يعمل صلة من الأصدقاء من بلاده جانب الاجتماعي كذلك هذا هو ونعرفه بالمتوج القيرواني الممتاز وبلادنا الوالدة دونك كيف ما حكينا نعمو جدا جوائز وميداليات اللاعبين المتفوقين في الترنوع ما يكال هدو من الأعلى في إطار تشجيع بيانسور في إطار التشجيع وتعميم الرياضة هذية للقيروان والقيرواني للناس الكل إن شاء الله به مدير الفني لنادي تنسب القيروان حمدي الشريف تعطينا فكرة على أهم الدورات اللي شاركتوا فيها في الفترة الفارتة وإلا الدورات اللي جاية مستقبلا شنية نوعية متاحة الفئات اللي بشتشاركوا فيها على الأقل ناخذ فكرة على الأنشطة اللي يشارك فيها نادي تنسب القيروان وخاصة للأبطال اللي قاعدين يحقوا في نتائج متميزة بالنسبة للنادي متاعكم نجمو نذكروا لعبنا للكوب دو تونيزي عنا جمعتين تالي استضافنا نادي تنسب بصيادة جوب أحدنا للقروان لعبنا كونتور هم ديماتش ربحنا نتيجة خمسة صفر لصالح نادي تنسب القيروان والحمد لله تفوقنا زادة على نادي تنسب بسوفيت في تونس مشي نادي كلاسينيالهم لتونس غاديكا لعبنا الترنوع متاع الشمبيونات باري كيب والحمد لله كل الات بالنجاح أربعة صفر نادي تنسب القيروان وإن شاء الله اللي تجاب دينا في الوكاند هذي كيما تعرفوا عطلة استغلوا العطلة هات مشي ويلعبوا في السفيقس لدينا أبطال من العمر ستة وسبعة سنوات ناخذين دي كلاس ممتازين معتا نحكيوا على طفل خرج من الوزير عام ونص تكوين مشي يلعب في الترنوع ويروحنا بالميداية معتا حاجة مشرفة برشو مشرفة للي بيجيها متاعنا ولينا دينا بيانسور دونك قلنا في الكاتوكريو كل عنا من ستة سبعة سنوات معتا بداوا يعربوا في الترنوع منتوا بداوا يجيبوا في نتائج ممتازة برشا وخلف اللي عنا زادا دي شامبيون آخرين بيجي دوزة نذكروا منهم حتى عنا معتا شباب وشابات قاعدين يشاركوا في الترنوع انترنسيونو وبداوا ياخذوا في الكلاس ممتاحهم انترنسيونال كأول خطوة وإن شاء الله رب يوفقهم وإحنا نشجعوهم من ممبر هذا ماشي قدموا أكثر وأكثر بيه يظهر العمل هذا اللي قاعد نسمع فيه مناجم كان يفرح أكيد حباء الرياضة المتابعية اللي تنس في جيد القيراوين وهذا يخلينا نحن محمدي ربما أسه ما شكون يقول لك عليش ما نظموش دورات دولية البنية التحتية ماشاء الله خمسة ملاعة معناتها المستوى الفني أكيد انتوما كمعناتها على مستوى الإدارة الفنية تطمحوا بيش نظموا دورات فنية بيش يصير التنافس بين مختلفة اللي في رقوا تحسين المستوى متاع اللاعبين واللاعبات للنيديم تاعكم فعلا إن شاء الله إحنا قاعد نطمح إن شاء الله بش نعمل وانفيتاسيون للترنوى اي تيه في جراد سانك اللي هي من شاء الله مش تحسن مش ترد القيراوين كوجهة سياحية ووجهة رياضية هذا يعطي ما يرجع بالنفع لبلادنا إن شاء الله تتم الوافق إن شاء الله على قريب من قبل الفيديراسيون وإن شاء الله نسمع خبير به أبرو فول الشوجة هذه إن شاء الله إن شاء الله أكيد بالتوفيق ونعرفه ديما عمل إدارة الفنية ديما يكون بالتنسيق مع الإدارة الفنية للجامعة التنسيين للتنس اللي تسعى لتطوير المستوى الفني مختلف جهات الجمهورية بش نختموا حديثنا على نادي التنس بالقيراوين قبل ما نحكيه وعلى متابعة لمشاركات اللاعبين التنسيين في مختلف الدورات والأنشتة امتاحهم إشنا وننجموا قولوا للاولية ربما للمغرومين اللي ملقاوش فرصة مرة أخرى نذكرهم ويني نجموا يتصلوا بكم ويني نجموا يلقاوكم خاصة ديما رانا نشجع على مثل الرياضات هذية راو أنز جيبر معناتها للتاريخ اللي يعرف هي ابنة قصره ليل تقريبا من جهة المنستير وقت اللي بديت المسيرة امتاحها تقريبا كان عندها هدف واضح كانت لعبة عادية جدا بفضل عمل امتاحها والانضيبات امتاحها والتحدي امتاحها خليها توصل لمستوى العالمي رو اي بطل لنجم يكون معناتها يبدأ مسيرته في نادي جيهوي ثم يمشي اكيد يتدرج حتى يوصل للعالمية ونور بتوحديثنا هذية حمدي بجية القيروان اللي خرجت ابطال في مختلف الاختصاصات دونك ان شاء الله اكيد حلمتنا احنا كقراوة نخرجوا بطل تونسي في التنس ويكون من صنع نادي التنس بالقيروان نعم كما نعرف انه شهد نتنس بالقيروان صنع ابطال وابطال ومزنا نطم نحوه واحنا متأكدين انه قرون ولدك فحكينا في كل الرياضات والميا دين ومتأكد ان شاء الله معتمشي جيونا دوتر شمبيون ان شاء الله مش نكونهم اكثر واكثر وعليش ليه ما نخذوش معتها الاكثر نصيب من الارباح في الكوتي متاع اليمي داي والتتويجات والتتويجات هذا هو دونك كيفما نقول لنا احنا رياض التنس رو رو احنا دي جا كنيدي رانا عاملين تسهيل في الدفع هذا ورانا معتها تنجم تقول معتها النادي متعنا عبارة اجتماعي يعني الهدف متاعه مش ربحي هاي ان فوالا موش ربحي بكمبلت مورا نقاعدين نحاولوا نقطرو ونعرفوا برياض التنس في القيروان رو اي انسي ناجم جيه براتيكي الرياضة هيذية رو عاملين دي جا تسهيلات في الدفع نوفروا لك راكات زادة في دي بي متاعك باش تتكونوا وتتغرم وبعد تختار راكات متاعك انتي وتنطلق كل متاكد انك مسلقة من خيرة المكونين والمدربين باش يصعدوا بيك ويحاوس تنولك في نيفوم تاعك نهار بعد نهار كل متاكد معتها اميل بورسان انا مش نخو معك اصون بورسان في الرياضات في في كل العطل رو عنا رو عنا لك هدايا رو عنا لك اه تتويجات ممتازين برشا رو زادة قاعدين ومعتها فيديو كلوب اخرين مرة احنا نجيوا بحثين ومرهم نشيوا بحثين حاجة باها لناس الكل ايجا وكونش وجاع وبقدة ربي تكون البطل لغد ان شاء الله اكيد ان شاء الله بالتوفيق لنيدي تنس بالقيروان اكيد كما كان يحكي حمدي شريفة المدير الفني عمل الكبير على المستوى القاعدي من اجل تحسين المستوى الفني ومن اجل انه اكيد من حقهم يحلموا بصنع ابطال يكونوا اصيلية النادي قلبا وقالبا ان شاء الله اكيد بالوقت وان شاء الله بالعمل الهدف متعكم يتحقق هيت نحكيو شوية على اهم الدورات اللي تحتضنها بلادنا اهم ربما التحديات والاستحقاقات القادمة لليعبي التنس في تونس على المستوى العالمي اكيد من نجمو نبدأ وكان بانس جيبر ولو انه انتقادات كبيرة لانس جيبر خاصة بعض الخايبة بتاع دورة استراليا المفتوحة وترجحة في التصنيف العالمي بمرتبة واللي اصبحت في المرتبة الثالثة يبدو لي فترة فراغ وانتي مدرب وتعرف حمدي ظهر لي اكيد اللاعب مش مش يبقى معانيته في النسق متاعه في التوب متاع النسق متاعه بش تجي فترات اللي يتراجع فيها المستوى متاعه يبدو لي هذا في علاقة خاصة كنورتو كلامنا بالاصابة لتعرضتها لانس جيبر في الفترة الاخيرة واللي اثرت عليها على مستوى الدورة الاخيرة دورة استراليا المفتوحة. نعم كيف ما نعرف ونس لكل انه العالمة الاصابات هي ديما تكون معالي جهور كل في الديسبلين كل. مهم. دونك اه هي هي ما شاء الله عليها معتها وصلت معتها من احسن لكل اسموه هي كما تعرف هي اللعبة الاولى تونسيا وعربيا وافريقيا هي فخر تونس الكل وفخر ان شاء الله ونعمل ان شاء الله معتها من نكونوا ابطال اخرين كيف ما اونس جيبر وكيف ما وكيف ما الابطال اللي اللي قاعدين نعبه. ميك الجزيري كيف كيف يقدموا للتنس لونس ايه. ولا. دونك اه الله غالب بل بل سير سارت دونك اه ما 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 تنجمش تشارك في الدورة منطاع ابو ظبي. اه ان شاء الله نتمنيولها شفاء العاجل وترجع تمتعنا بديمات شخرين وان شاء الله من حسن الى احسن ونتمنيولها الخير ان شاء الله. اكيد اونس جيبر سفيرة اللي سعادة التونسية اللي غرمة التوينسة بالتينيس يعني في وقت ما الاوقات كي تدخل القهوة وتلقى ناس ملمومة على تلف زي تفرجوا في اونس جيبر يبدولي ما تنجم كان تفرح بالبطلة هذية اللي حبينا ولا كرهنا كيف كيف كندخل ومعنات المنشئات الرياضية واقع الرياضات الفردية في تونس الامانة تحديت كل السعاب وخرجت معناتها غادرت ارض الوطن وصنعت نفسها بنفسها اكيد من نجمو كانوا كانوا فخورين باونس جيبرو ان شاء الله ترجع لنا تأجها اللي عودتنا باها والتألقات امتاحها سينو بقيت الاخبار حمدي نحكيه على الدورات خاصة اللي شاركوا فيها لاعبية ولاعبات تونسيات اعطينا فكرة اشنا هو النجمو انتبعوا واهم النتائج واهم الاخبار المتعلقة بلعبنا التونسة واللعبات نا التونسة الجديد في التنسي التونسي البارح الحمد لله تم تونس فازت على قبرص في مسابقة ايو مرحلة الثانية الحمد لله كل يتبع النجاح ثلاثة اثنين اللي منتخبنا التونسي الحمد لله وهذا انه مش مكانه منترشح لللاستاذ لي بعد وانشاء الله بالتوفيق لللاعبين التونسيين كل وانشاء الله من حسن الاحسن تنسي التونسي انشاء الله اه هم اه ها تعطينا فكرة على النتائج اللاعبين اللاعبات خاصة اللي اه شاركوا لنتائج انتاحهم خاصة شوفنا معناتها رئيسة الجامعة مادام سلمة المولي اللي كيني بها معناتها قاعدة راهن على الجيل هذية من اللاعبين واللاعبات وتأمل انه يتحسن المستوى وفي نفس الفكرة اللي قلتها انت ان شاء الله نصمع عفوا انس جيبر اخرى ونصمع ملك جزيري اخر خاصة النعف وروا عام اللاعمر مهم جدا في رياض التنس اللاعبات هذو ما قدموا برشا واكيد هذي سنة التداول اكيد نطمحوا انه يكونوا عنا ابطال وجيل جديد من اللاعبين تعطينا فكرة خاصة على اللاعبين الصعديين ولا مستقبلهم يبشر بكل خير في التنس التونسي. اه كيف ما قلنا عنا برشا كلابات في تونس قاعدين يتصارعوا باش يخرجوا اه كاليتين متاع جوار احسن واحسن والحمد لله معنا اه عنا خيرة المكونين في تونس. مجددا ما ننساوش انه انس جيبر رايتكونو تطراع رايت في تونس على عيدة وانسة. صحيح. نجبو نذكروا المدارة بمتاح اسي عيسان بجلالي نحن وجهروا تحية. ورجلها سي كريم كامون اللي بريباراتور في زيكا. اه. يعني نجمو قولو ان المستحيل ليس بيتونسي. صنعتون سيمية بالمية. صنعتون سيميتين في المية والحمد لله. كيف ما صنعنا ملك جزيري كيف ما نصنعوا ابطال اخرين. كيف صنعنا انس زيبر كيف ما نصنعوا ابطال اخرين. بشاك. كما تعرف الناوات دي كل قاعدين يتسابقوا باش ي ينجوا لاعبين اقوى واقوى والحمد لله معتا النساقم تاعة تاعة تاكوين عنا تونسا معتا كلاسية تروى صون و سي صون و كالصون و مونديال. حاجة بيها برشا معتا هذا انو يدول معتا انو عنا خيرة المدربين وخيرة المكونين في تونس. ممن بري هذا كيف ما قلت نحاوله الماكسيمو بوسيبل نتعرفوا على الرياضة هذي. نهزو الدي جاربيات تنيس على وعسا يكون بطل غد. وكل متأكدين ان شاء الله مش يلقاو اللون كادرون لازمة ونتمنى ان شاء الله الخير الصغيرات الكل في الديسبلين الكل. واحنا نرجو انو يطلوا علينا ويجيونا حتى في زيارة بقدر تربي يعجبهم الانبيونسة متاعنا ان شاء الله. اكيد جدا ان شاء الله بالتوفيق ليك المدير الفني اللي نادي تنس بالقيروين حمدي الشريف. واكيد الفقرة هذي فقرة سبيسيال تينيس بيش تكون فقرة اه قارة في اه حسة استاد الحياة ان شاء الله في مواعيد قادمة ناخذ مع عندك اكثر تفاصيل ربما مع انتي يليقى الدورات وانتي يليقى الانشته ندخلو اكثر في النتائج وتقييم اكثر نخلي لكلمة الختام واشنوها الرسالة اللي تحب تتوجه بها للسادة المستمعين وعشاق التنس وينما كانو. عندي انفيتاسون للقيروينين كل ان شاء الله. عنا ترنوها مش سير ان شاء الله انهارت الخميسة هذية ان شاء الله. ترنوها اميكال بنا احنا وبين نادي تنس بيسوسة. عالش لاي حتى وكان ولدي معرفة في هاتفة تينيس نجيب وتفرج ودخول الجراتوي خلي صغير يجيك تشوف رياضة هذية. وعالش لايه غدوة يكون بطل من ابطال اللي قاعدين يشيركم. اكيد جدا ان شاء الله بالتوفيق حمدي الشريف المدير الفني لنيدي تنس بالقيروين. واكيد مش هذي اول مصافحة معانا. اكيد ان شاء الله بش يكون مشوار متواصل في حساسنا الرياضية القادمة. واحنا اعلمين اكيد نحاولوا نعرفوا بالرياضات هذه وخاصة الرياضات الفردية. حابينا ولا كرهنا ديما اعلميا مقصرين في حقهم باعتبار انه الاولوية اكثر تكون للرياضات الجماعية. يعطيك الله صحة حمدي الشريف المدير الفني لنيدي تنس بالقيروين. اخذينا من عندك اكثر تفاصيل ربما على انشطتكم والتنس ستونسي بصفة عامة في فقرتكم سبيسيال تينيس. كانت هذه فقرة سبيسيال تينيس احنا مزلنا مواصلين في استاد الحياة حتى للخمسة امتع العشية بعد شوية نفتح ملف الرابطة المحترفة الاولى لكورة القدم وخاصة متابعة للمقابلات اللي اليومة لحساب الجولة الخامسة اياب من مرحلة الاولى للبطولة اهم النتائج اهم الاستنتاجات وقراءة في حضوظ الفرق من اجل اللعب على تفادي النزول وانا من اجل اللعب على التتويج نعمل ترتيحها مع الموزيكا